اشتركوا في القناة ودينية عميقة وتؤسس الزيارة الملكية الحالية لبعض البلدان الافريقية لعلاقات اقتصادية متميزة مبنية على تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي بين المملكة وهذه البلدان وتشكل هذه العلاقات الاقتصادية مؤشرا قويا على تزايد اهمية المركز الحدودي القرقلات كنافذة استراتيجية مهمة تطل على القارة الافريقية تقريف الموضوع لمحمد الفيرس الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكثف حضورها وتواجدها الواسعة بالقارة الافريقية وتحمل زيارات الملكية المتتالية لبعض بلدان القارة اشارات ودلالات ذات ابعاد اقتصادية وسياسية من ابرز مؤشرات وتجريات البعد السياسي نجاح المبادرة الملكية السلمية والهدفة الى جمع الفرقاء السياسيين من اجل حل لازمة المالية بناء على اسس التفاوض وترسيخ اليات السلم والامن بجمهورية مالي والتي تربطها علاقات تاريخية وروحية مع المملكة المغربية على امتداد قرون عديدة فيما ينبني البعد الاقتصادي على اهمية توطيد شراكة الاقتصادية مع بلدان القارة في سياق تعزيز التعاون جنوب جنوب خصوصا بين المملكة ودول الساحل وجنوب الصحراء شراكة اقتصادية تتجه نحو دعم البنى التحتية بهذه البلدان وملامسة هموم وانشغالة المواطنين الفارقة هناك على مستوى تاهتمام بالقطاعات الحيوية كالسكن وتسهيل الولوج للخدامة العمومية الهامة وفي ظل تنامي الحضور المغربي ببعض بلدان القارة الافريقية والموجودات المبذولة من اجل وضع لبنات حقيقية لخلق تعاون اقتصادي دائم وبنى تتزايد اهمية المركز الحدود القرقرات كنافذة استراتيجية مهمة تطل على القارة الافريقية يتم من خلالها تدفق البضائع والمسافرين وطبقا للإحصائيات الصادرة عن المديرية الجهوية الجمالك بالجنوب يحقق المركز الحدودي القرقرات نسبة 95% من المداخل الجمهورية السنوية بالنسبة للدائرية الجمهورية بالداخل وبلغ عدد المسافرين العابرين للمركز خلال سنة 2013 172 الف مسافرا من ضمنهم مواطنون افارقة مقيمون بمختلف البلدان الاوروبية ويحظى المركز الحدودي القرقرات باهتمام واسع خصوصا من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع الجمهوري والتي عقدت مؤخرا شراكات مع قطاعات ومؤسسات متدخلة اخرى من اجل تهييل مركز الحدود القرقرات بتكلفة مالية بلغت 50 مليون درهم مشروع تهييل مركز انطلق تشغله في منتصف شهر يناير الماضي ويجتمل المشروع على بناء بنايات إدارية بمواصفات عصرية وتعزيز البنية التحتية للمركز والذي يتوفر على احدث التجهيزات من اجل تسهيل العمليات الجمهورية في نفس السياق قامت المديري الجهوية لجامريك بالجنوب بانشاء اميرية للصرف بمنطقة بيرغندوز خصوصا مع تزايد النشاط الاقتصادي بين المملكة وبلدان القارة الافريقية عبر المركز الحدود القرقرات ويتميز هذا النشاط بالتنوع ولعل من ابرز المواد والمنتجات المغربية الموجهة للسوق الافريقية المواد الغذائية والبلستيكية ان الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبعض دول القارة الافريقية والتي تعيش في وقتنا الحالي اوجك ازدهارها وقوتها تنبني اساسا على التعاون البناء لبناء جسور اقتصادية هدفها الاساس تعزيز الامن والاستقرار بالقارة الافريقية وخلق انشطة اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين بشكل متبادل بناء على قاعدة احترام خصوصياتي والشؤون الداخلية لكل بلد هذه الشراكة الاقتصادية المبنية على رؤية سلمية مستمدة من جذور تاريخية عززت حضور المغرب الروحي والاقتصادي والاجتماعي بالقارة الافريقية هذه الشراكة تفضح بشكل كبير سعي البعض لتبديد اموال نفط والغازي وثروات الشعب والبلد من اجل تأجيج الصراعات وزعزعة الامن والاستقرار بالقارة الافريقية في موضوع منفصل تمليون بمحكمة الاستئناف بالعيون تنصيب الرئيس الاول للدائرة الاستئنافية العيون الحفل عرف حضور الوكيل العام للمحكمة وثلة من القضاة والمستشارين والمحامين الإداريين بنفس المحكمة فضلا عن حضور والجهة الذي كان مرفوقا بوفد رسمي يضم مسؤولين محليين منتخبين وأعيان حفل تنصيب في تقرير محمد فضل أبو الحسن وصالح القيبي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء برسم دورته في أبريل من السنة الماضية وموافقة جلالة الملك وزير العدل يعين السيد محمد البار رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالعيون الرئيس الجديد تسلم كرسي رئاسة المحكمة بحضور قضاة ومستشارين وتحت أنظار النيابة العامة بالمحكمة ذاتها الرجل خبر الإدارة القضائية من خلال تقلده لعدة مناصب كان آخرها عضويته في المفاتشية المركزية لوزارة العدل مدة 14 سنة بقدر ما أقدر التقة المولوية أعيي كذلك جسامة المسؤولية وألتزم إن شاء الله بتوظيف كل ما تعلمته وخبرته من خلال تجربتي في المسار القضائي وخاصة بمؤسسة التفتيش المركزي للارتقاء بمستوى الأداء القضائي والإدارة بهذه المنطقة العزيزة وأتمنى أن أكون عند حسن ظني القاضي الأول صاحب الجلالة المؤيد بالله أدام عزه ونصره الأستاذ محمد البار يتمتع بمجموعة من المؤهلات وخبر عدة تجارب بحكم اشتغاله بالمفتشية العامة وتحمله المسؤولية ومما لا شكفي أن تعينه على رأسي الرئاسة بدائرة قضائية بمحكمة السنة بالعيون سيعطي قيمة وضافة للعمل القضائي بها وسيساهم بشكل فاعل في الارتقاء بالعمل القضائي بهذه الدائرة خصوصا في ظل عز تنزيل دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية تنصيب الأستاذ محمد البار رئيسا أولا بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالعيون يندرج في إطار جعل السلطة القضائية أكثر قربا من المواطنين وانفتاحها على جميع الشركاء من السلطات الأخرى في إطار من التناغم الرئيس الأول تحدث خلال كلمته عن عزمه اتخاذ جميع التدابير لضمان استقلال مؤسسته وإقامة العدل وإحقاق الحق لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في التنمية والتطور المجتمعي ننتقل إلى مدينة أسمرى وهذا الرابورتاج عن معهد تكنولوجيا التطبيقية بين الإقراهات العمرانية والأداء الوظيفي لفائدة الطلبة الذين يتوافدون بكثرة على عدد من الشعاب التي تعيد بالكثير الإقليم فتح المين ومبارك الباز صورة تغني عن الوصف وحال المؤسسة لا يترك مجالا للكلام إلا أن نطلق العنان للصورة تتكلم عن نفسها وعلى لسان أحد طلبة المعهد أو ما يشبه معهدا من خلال لافتة صغيرة وإلا سيخيل لك من الوهلة الأولى أن المبنى مهجور منذ سنوات أما أن يكون بداخله طلبة يتلقون علما فالأمر يثير الغرابة البناية في هذا المعهد القديم هو آية للسقوط نحن كان نقرأه في ظروف غير صحية غير آمنة على مستوى القراءة بحد ذاته لأنه لم يكن تجهيزات ولا حتى المستوى الأمن لأنه هذا المعهد في أي لحظة يقد يطيحه بغاية نعرف شكل المسؤول عن هذا التماطل والذي سبتوا عنه لأننا أصلا ما كان نقرأه بهذه الصفة نحن ندريك نورمال وخاصة نقرأه 30 ساعة في الأسبوع نقرأه 15 ساعة لسبب أنه لا يكون الأساس الذي يقرأه وما يكون حتى المكان الذي يقرأه يعني هذه المشكلة يعني من كانت تكلم عن تكوين مهاني كانت تكلم عن تدريب يعني ما هو فقط تيوري كانت تكلم عن براتيك والبراتيك يطلب الماتريال يعني اللي يبنو وهذا اللي يبنو هذا المعهد الحالي ما يتوفر عليها وما يمكن أن تقعد فيه وهنا صورة أخرى لما يفترض أن يكون معهداً للتكنولوجيا التطبيقية بدورها غنية عن أي وصف بناية بطراز معماري يرقى لمستوى المدن الكبرى اكتملت البناية إلا من التجهيزات والأطر بالنسبة للبناية هذه المعهد جاهزة كاملة للنقص اللي كان قصناه من الموارد البشرية مع الجهيزة سنية القاعات مع المحارف الإساسولي وعندنا شعب اللي كان برمجة باشتقرها عنها لحد الآن كان قراره في المعهد القدي لأن خصج هذا محل طوماسيزم اللي هي شعبة علمية في جينيليكتريك خصج تقرها هنا ما عندناش لها تجهيزة دولة باش ندري وكبو ديالة تكوين دياله هذا كان عندنا مطروا حد المشكلة مع الأستاد ديالة واخص لها أستاد ديالة بالمشاكل اللي كان يعاني منها حالياً في انتظار أن تجهز البناية التي لا زالت تحمل أي تلافتة توحي بجنس انتمائها يبقى هؤلاء الطلب عرضة لخطر بناية أخرى آيلة للسقوط في موضوع آخر يعد مشروع جمعية إفولكي نسائية لتنمية والتضامن بدوار أغادير أزرو بأقا واحداً من المشاريع الهمة في مجال المنتجات التقليدية والفولكلور وصنع الوجبات الغذائية التقليدية روبرتاج من أقا لمحمد المصطفى خيا صالح القيبي والمحجوب كزيزة على صعيد بلدية آقا غربي أقليميطاطا ينشط العمل الجمعوي النسائي بشكل لافت هنا بدوار أغاديروزرو بآقا تعد جمعية فولكي نسائية للتنمية والتضامن واحداً من الجمعيات الناشطة في مجال زرع الحناء وصنع الزراب والكوسكس ومنتجات الصناعة التقليدية ذات السنة بعادات وتقاليد ساكنة هذه المنطقة مشروع هذه الجمعية دعماً من لدن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة أقليميطاطا وهو اليوم واحد من أبرز المشاريع النسائية بآقا تنديرو سكسو تنديرو الحناء تنديرو أستاء الزرابي وكل شي في الدينة الحمد لله بنا الخياطة الماكينة عندنا المنتج ديالة طباق وعندنا المنتج ديالة الزرابي وعندنا المنتج ديالة أستاء عندنا المنتج ديالة النساء الخياطة بنا كل شي داك الشي باش يطوف فرننا بس نصوبه عندنا أغرم سديد تنقول لها أغرم سديد بشلحة عندنا سكسو تنذيروا بدس تنذيروا أوركيم كل شيء دكتورة ديال والدين ديال نراه ما بخلينش يضعوا وبهذا في تطوير مهارتهن ومستوى معيشتهن ولجت عديد نساء دوار أغادي روسرو بآقة بقليميطات هذا المشروع اليوم يقدم هذا المشروع وهتي النسوة عديدا لوجبات تقليدية لديو في المنطقة وسياحها القادمين من عديد دول العالم تعبرا منهن عن تمسكهن بما تركه الأباء والأجداد من عادات وتقاليد مختلفة هذه العيالات لجد هما كافحوا وكيهزوا أي حاجة هي تقليدية كيحفظوا على التراث المغربي تقليدي الأمازيغي اللي كيعترف به أقدروا وزروا وخصوصا هذه النساء عندهم واحد لجد أنهم يتقدموا اللي قدام كيكافحوا وكيصبروا يعني عندهم مثلا أسطى كيتجمعوا أولا هما كي يديروا كي يحتنوا بالصوفة وكذلك بحل هذا هذا كي يسميته أهرداء يعني بشي الحق قسم لي عاونهم عاونهم شوية باش يبنوا الدار العيالات ره وخة كي يعطوا شوية ره قلال ديكشي اللي كي يعطوا قسم لي عاونهم باش يبنوا الدار ديالا قبيل تزهر منطقة آقا بإقليميطاطا بعديد المؤهلات والثروات الطبيعية والتي سامت بشكل لافت في بروز عديد المواهب في العمل الجمعوي الناشط في قطاعات عدة فآقا تعد واحدة من المناطق المعروفة وطنيا بواحاتها ذات الإنتاج المكثف والمتنوع في مادة التمر نبقى بإقليميطاطا وتحديدا شرقا بنواحي فمزقيد الذي تنشط بها تربية المواشي وزراعة الحناء والتمور مشروع تعاونية العقيلة الفلاحية هو أحد المشاريع المهتمة بهذا المجال روبرتاج من نواحي فمزقيد بطاطة لمحمد المصطفى خية سالح القيبي والمحجوب كزيزة ينخرط يوميا هؤلاء العمال عن تعاونية العقيلة الفلاحية بفمزقيد في زراعة الحناء والتمور وتربية المواشي هو مشروع يرمي لتقوية قدراء هؤلاء في المجال الفلاحية فبعد البسافة والخصاص الحاصل في بعض التجهيزات لم تمنع هؤلاء من النجاح في مشروعهم بشكل لافت تعاونية عندها 15 منخاريط وكل منخاريط بضيعة دياله ودرنا كشراكة في مشروع ديالتربية المواشي استقطاب بقر الأصيل أهورستاين وهذا المشروع كانت تخاوم أنه إن شاء الله نسد الفراغ بالسوق من إنتاج الحليب واللحوم إضافة إلى اللحوم ومع ذلك باقي كين عراقي لشوية ولكن نحاول أن نتغلب إليها مستقبلا هم 15 مستفيد من هذا المشروع وعملت الجهات الدائمة على تشجيعهم عبر استقطاب الوعى من البقر الأصيل والأغنامي لتشجيع إنتاجهم للقدر الكافي من اللحوم والألباني ومشتقتها المشروع اليوم يحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال في مزيد هذه المشاريع المبادرة الوطنية خدمت مزيدة بمعنى الكلمة في ناحية المناطق الجافة وعاونت في ناحية المشاريع الكبرى كمثال هذه المناطق الأبقار والمعيز والأغنم والحمد لله بيخير وعلى خير هذا المشروع سيدي بخير وعلى خير قدمي فيه إن شاء الله القدام وممي فيه تعاون جديا الخير ونشكر إن شاء الله كل شيء يكون بخير الحمد لله تتنوع التعاونيات الفلاحية بفم صغير في إنتاجها وهي واحدة من المناطق الشرقية التي تعرف نجاحا لافتا في مجال الشغال التعاونيات مما جعل هذه المنطقة تبرز كواحدة من أهم المناطق الفلاحية على الصعيد الوطني في أخبار المجلس المنتخبة عقد المجلس البلدي للمرسى دورته العادية حيث تم تدول خلالها حول 12 نقطة تهم الأوراش الكبرى التي هي في طور الإنجاز ومشاريع ستغير معالم المدينة إلى الأفضل والمستفيد هو ساكنة المحلية سلكر حال محمد مشنان معهما المزيد نقاط عشر تم التدول فيها خلال أشغال دورة العادية لشهر فبراير لهذه السنة دورة تميزت بمناقشة أهم الأوراش والمشاريع التي هي في طور الإنجاز مشاريع تجاوزت تكرفتها المالية 300 مليون درهم كما تم التدول في مناقشة الحساب الإداري للسنة الماضية وبرمجة الفائد الذي بلغ لأول مرة 18 مليون درهم 300 مليون درهم تم الساكنة بالمدينة من ناحية تهيئة الملعب الرياضي وملعب البلدي وتهيئة من السوق البلدي وبناء سوق جديد وبناء سوق الحي وبناء مسجد وبناء عديد من المشاريع التي سترمي إلى النهوض بالمدينة المرسل ويجب الإشارة لأنه بالنسبة لنا برنامج الفائد لسنة 2018 اللي الحمد لله المرة الأولى في المدينة المرسل يتعرف أحد الفائد لتخطط 18 مليون درهم وذلك الناتج عن طبيعة حل وكالة المداخل والمراقبة سوق السمك في المرسل وبنسبة لهذا الفائد أبرمج من مشاكل المدينة الموظفين إلى المشاكل الساكنة عامة وتتوزع المشاريع التي هي في طول الإنجاز بين الأسواق الرئيسية والفرعية الملاعب الرياضية المساحات الخضراء المساجد وتعبيد الأزقة وطرقات مشاريع سترى النور بعد حوالي سنتين من الآن نرحل شمالا إلى جليميم حيث شكل موضوع واقع التنمية محور أشغال ندوة دعا إليها الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية الندوة قدمت تصورات وملاحظات حول واقع التنمية بالمنطقة روبرتاج حفظ محدار ومحمد فاضل عبيدة ثاعلنا سياسيون وجمعويون فتحوا نقاشنا بخصوص واقع التنمية بمدينة جليميم وذلك في مسعى لتقديم تصورات وافكار جديدة تساهم في تعزيز مصاري التنمية بهذه المدينة المتدخلون طالبوا بتوسيع الاستثمارات بالمنطقة وتحسين جودتها وإنتاجيتها كونها سبيلا لربع من فرص تشغيل تشكل تنمية الحضرية أحد المعارك الأساسية اللي مطروحة على مدينتنا اليوم وتسائلنا جميعا بحكم أن التنفسية دي المدن اليوم مرتبطة بنمو الاقتصادي والأداء الاقتصادي ديالها وقدرتها على أن تكون جاذبة بالفعل من خلال محددات مهمة من خلال خلق الثروة وتوسيع الاستثمارات داخلها إشكالية الموارد المائية بالمنطقة توقف عندها المتدخلون بيسهب حيث تطرح محدودية هذه الموارد تحديات أساسية خاصة أمام النمو الديمغرافي الكبير والتوسع الذي تعرفه المنطقة الموارد المائية بحوض كلميم فهي محدودة جدا نظرا للمناخ الجاف الذي اتشهده في المنطقة وكذلك النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه مدينة كلميم لهذا لازم تفكير في إيجاد حلول واقعية لمواجهة هذه المواطلة وذلك من خلال إعداد عقدة الفرشة المائية التي نحن بصدد إنجاز ذي لها مع مختلف المتدخلين لقاء إذن قدم مساهمة من خلال جملة تصورات وابكارة من جأنها لسامو في الدفع أكثر بعجلة التنمية بهذه المدينة تربويان اختتمت بالطنطان مؤخرا فعالية مهرجان الأنشودة التربوية وتجويد القرآن الكريم الفعالية تسعى لتمكين المتعلمين من إبراز مواهبهم الإنشادية وتجويد كتاب الله حفظ محضار بكاميرا عبد الرحيم حاجي ثرق إنشادية ممثلة للعديد من المؤسسات التعليمية الابتدائية حضرت مشاركة في فقرات هذا المهرجان السنوي الذي يطفأ شمعته الثامنة أصوات شجية لأطفال صغار ابدعوا في تقديم لوحات فنية في صنف الأنشودة الدينية استحسنها الجمهور الحاضرة شاركنا في مهرجان دي الأنشودة وجينا في الرتبة الثانية وكان هنا مدرسة حفظة لجوا في الرتبة الأولى أنا كان هنا من قلبي حين تجوا في الرتبة الأولى أنا جيت اليوم للمدرسة الإنبيعز لكي نقدم أنشودة دينية وأنا كنت من المحظوظة من الفائزين في هذه الأنشودة الدينية ثقرات هذا المهرجان اجتملت أيضا على مصابقة في تجويد القرآن الكريم تبارى خلالها سبعة مشاركين مشاركونا استعرضوا مواهبهم في تجويد أمام لجنة تحكيم مختصة نقدم أنت درسة الإنبيعات المهرجان التاسع للأنشودة الدينية وتجويد القرآن الكريم إذن اللي كتديروا كل سنة كانت فيه مجموعة من الأنشي الدينية ومجموعة من القراء على صعيد المؤسسات العمومية بالإقليم بإقليم تنطر جوائز تحفيزية وشواهد تقديرية وزعت على الأطفال المتميزين تجويدا وإنشادا في حتام هذه المصابقة التربوية مصابقة تعد موعدا سنويا تتيح فرصة لهذه المواهب لإبراز قدراتها الإبداعية رياضيا وبعدما وضعت المرحلة الوطنية للحاق المسيرة القدراء الدولي أو زارها بمدينة سمارة يوم الثلثاء المنسرم دخل اللحاق في دورته الدولية حيث جرت مرحلة اليوم الأول على مسافة مائة كيلومتر وربطت بين مدينتي العيون والطرفية المرحلة عرفت فوز الدراج أبلوشي سعيد روبرتاج أحمد هبان بعد يوم راحة لدراجي المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الليبي اللذان شارك في المرحلة الوطنية وبعدما حط الرحال دراج والمنتخبات الأجنبية يوم أمس بمدينة العيون قص شريط لحاق المسيرة الخضراء في سبغتها الدولية مرحلة اليوم الأول دارت راحاها بين مدينتي العيون والطرفية على مسافة مائة كيلومتر وتميزت بحضور صحفيين دوليين من أجل رصد كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالطواف وكذا بمنتخبات بلدانهم المشاركة أتابع بصفتي صحفيا مهنيا فريقا إيطاليا مشاركا خلال هذا اللحاق واكب مراحل هذا اللحاق من خلال فريق الإيطالي وأتابع المعلومات أولا بأول وأقدمها لصحيفة الإيطالية نتمنى النجاح لفريق الإيطالي هذا اللحاق لحاق جيد ونتمنى له اتفاق أزيد من ثمانية وخمسون دراجا يماثلون عشر فرق وطنية وأجنبية تنافسوا من أجل الفوز بمرحلة اليوم الأول نواية تربع على عرش المرحلة ظهرت منذ الكيلومترات الأولى حيث سجل إنسلاء الدراجية المنتخبة المغربي بالإضافة لدراجية المنتخبة الولندي والإيطالية مما حتم على دراجية المنتخبة المغربي رسم خطة من أجل التخلص من مراقبة دراجية المنتخبة الأخرى قوة الرياح الجانبية والمباشرة سيستغلها دراجية المنتخبة المغربي لصالحهم على بعد عشرين كيلومتر من خط الوصول للانفراد بكوكبة المقدمة ولتكون السرعة النهائية هي الفيسل بينهم ويأتلي سعيد أبلواش هرم المرحلة بتوقيع ثلاث ساعات واثنى عشر دقيقة وسبعين وعشرين ثانية تاركنا المركز الثاني للعيون إسماعيل في محل عربي عدنان بالمركز الثالثة الحمد لله استطعنا باش نفوز بها الحمد لله بالمجهودات اللي كان قاموا بها والتداريب اللي كان قاموا بها الحمد لله مجالسينش كان قاموا بمجهودات جبارة والحمد لله أنا كان عن فاضل ما راح يليل للمناطق الصحرية قريبا كاملة تيجا جرينا هنا وعودنا جرينا وعودنا جرينا الحمد لله استطعت باش نفوز بها المرحلة الشكر كارجع للمنتخب الوطني اللي يمسانتني وكذلك كانت تابعوا المدريب دينا اللي كانت تاخدوا عنده التعليمات واش استطعنا باش نفوز بها المرحلة المرحلة دي اليوم تعتبر مرحلة جد صعبة نظرا لصعوبة الرياح اللي كانت كتواجه المتسابقين منذ انطلاقها من مدينة العيون إلى الوصول إلى مدينة طرفايا حيث كانت الرياح تكون ديفون دفاس ولا تكون جانب يطرا وكار لجعلت المتسابقين يلقون صعوبات خيتام مرحلة اليوم الأول تم خلال توشيح الفايزين وكذا تكرم مجموعة من الوجوه الرياضية والجمعوية وكذا الأجنبية على أن تكون ثانية المراحل رابطة بين مدينتين العيون والمرسى ذهبا وإيابا آخر مسجدات الأقليمة الجنوبية من خلال صحف الوطن يصدر يوم غد الجمعة في التقرير لنعيم الدودي لنتابع نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية المساء وكتبت كشف مصدر المطلع أن مسؤولا بالخارجية الأمريكية حذر من تنام التطرف والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل والصحراء وكشفت اليومية بأن المسؤول الأمريكي أوضح بأن تواطئ بعض المسؤولين الحكوميين بالمنطقة في إشارة إلى الجزائر والبوليساريو ساهم في إقامة ممرات آمنة للأنشطة التجارية غير المشروعة التي تمتد من شمال إفريقيا جنوبا وصولا إلى خالي جغينيا وأضفت المساء أن المسؤول الأمريكي كشف بأن هناك تعاون مع المغرب بغرض محاربة هذا النوع من الجرائم في إشارة إلى أن المغرب خارج دائرة الاتهامات الموجهة لكل من الجزائر والبوليساريو أما يومية الأخبار فكتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غدنا الجمعة اقترنت سياسة تغيير الخرائط والموازين إما بالحروب أو الأزمات التي تترك آثارها سنوات وعقود ونادرا ما تفلح اتجاهات السياسة في تحقيق هذه الأداف إلا عند الانطلاق من منظومة شاملة ومتوازنة في التوقيت الملائم وليس بعده أو قبله وأضفت الأخبار بهذا المعنى لا يجب النظر إلى الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى عدة دول إفريقية من منظور تعزيز العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف بل وضعها في إطار ثورة هادئة تقلب موازين القوى السياسية والاقتصادية وبهذا أصبح المغرب كبيرا في إفريقيا ومن يومية الأحداث المغربية نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غدنا الجمعة حيث كتبت تواصل السلطات الجزائرية إهانة اللاجئين السوريين حيث عمدت إلى احتجاز عائلات سورية داخل استبل للدجاج بمنطقة السواني القريبة من بني درار حيث يتحين حرص الحدود الجزائريين الفرصة لتهجيرهم إلى داخل التراب المغربي وذكرت الأحداث المغربية أن هذا التصرف الذي أقدمت عليه الجزائر في حق اللاجئين السوريين يكشف حجم بشاعة هذا الأمر ويظهر للعالم مدى احترام الجزائر لمبادئ حقوق الإنسان انتقل إلى عفو الله يتعالى المرحوم محمد مبارك الدوار عن سن تناهز 63 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يتوسى أهل بجمعة ومسعود وانتقلت إلى عفو الله يتعالى المرحوم يهديها سيد إبراهيم البصير عن سن تناهز 84 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة الرقبات المذنين كما انتقلت إلى عفو الله يتعالى المرحومة فتيح الحيداوي عن سن تناهز 42 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة يقوت السياح تغمض الله الجميع بواسع رحمة واسكنهم فسيح جنات وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه أرجعون ونختم النشرة بورقة أحوال التغسى المرتقبة اليوم غد الجمعة حيث ستهب الرياح ضعيفة إلى محليا مهتدلا من القطاع الشمالي درجات الحرارة ستعرف بعد الانخفاض مع احتمال هبوزة وابع رملية فيما ستكون لجواء هادئة وجد مشمسة فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا مبين 9 درجات بقليم و16 درجة بالكويرة بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا مبين 29 درجة بالطنطان والكويرة و20 درجة بسيديفن حالة البحر بالواجهة الأطلاسية سيكون البحر قوية الهيجان ما بين أسفي والطرفاية وهيجان إلى قوية الهيجان بالجنوب شرق الشمس بالعيون سيكون بحوله على الساعة 7 سباحا و23 دقيقة وغرب على الساعة 6 مساء و49 دقيقة درجات الحرارة ببعض المنطق المجاورة ستصل إلى 20 درجة بالرباق 32 درجة بالمقشوب 30 درجة بباماكو 28 درجة بالوديب 27 درجة بزويرات 30 درجة بياتار 22 درجة بالرابوني 24 درجة بياتار نهاية هذه النشرة ويمكن لمنفذة متابعة نشرة الأخوار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الأنترنت ويمكنكم متابعة بث الحي لقناة العيون وإذاعة العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي للسيشن الريشون السحروية ويمكنكم متابعة منصرات الأخوار وجديد البرامج عبر الأيفون هواتف الاندرويد وذلك بتحميل صفحي المجانية لقناة العيون من الأبل ستور وغوفل بلي فهدا على الساعة الرابعة والرابعة تلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله